أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولويتها وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية حيث أكد على التوجيهات الرئاسية باستكمال الجهود المكثفة من أجل تعزيز عملية توطين الصناعة الواعدة في مصر وأكد مدبولي أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء وأنه لن يتم التفتيش على المصانع إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة كما أشار مدبولي أيضا إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغزية موجها بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وكلف مدبولي وزيرة البيئة بتنصيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار في عدد من المحافظات كما كلف مدبولي أيضا وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفي ملف الرياضة وجه رئيس الوزراء بضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المتميز رياضيا للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية اشتركوا في القناة